لأيام ظن الأتراك أن الطريقة أصبحت مفتوحة لمهاجمة الأكراد في سوريا بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من هناك لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدم الأتراك حين غرد عبر تويتر موجها رسالة واضحة لأردوغان سندمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت الأكراد وسنقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلا تغريدة ترامب لم تحبط فقط كل مخططات تركيا لتوغل في شمال سوريا بل تسببت في سقوط الليرة التركية في ظرف ساعات أردوغان هزم في معركته السابقة ضد ترامب فقد اختطف القصة الأمريكي أندرو بروسون لمقايدته بالمعارض فاتحالا جولن المقيم بالولايات المتحدة وقال إنه لن يطلق صراحه إلا إذا تحققت مطالبه وفي مجرد تهديد من إدارة ترامب هاوا اقتصاد تركيا وطر أردوغان صاغرا إلى إطلاق صراح القصة الأمريكية فهل سيتراجع أردوغان من جديد أمام تهديد ترامب؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر